ليفر بول اللي المفروض العالم كله يشيد بهذا الفريق اللي وصل لآخر نقطة في كل البطولات خسر الدولة الإنجليزية في آخر نقطة خسر دولة عبطال أوروبا في آخر نقطة فاس بكأس الاتحاد الإنجليزي وفاس بكأس الربطة وعمل كل حاجة ممكنة في الكورة بس فيه توفيق فيه حظ سيناريو الدولي الدرامي لما أسلم فيلا كان كذبان منشستر سيتي 2-0 لحد الديئة 70 ومنشستر سيتي هتحول ويفوز 3-2 حظ توفيق مش قلة اجتهاد طبعا من منشستر سيتي زي ما هو النهاردة حظ وتوفيق إن محمد صلاح وده رقم اللي أقول لحضركم دوت لأول مرة في التاريخ في مباراة نهائية لدولة أبطال أوروبا لاعب يكون ليه ست محاولات على المرمى ويخرج من المباراة دي خاسرا ده اللي حصل النهاردة من محمد صلاح حظه حظه إنه ويع قدامه تيبو كورتوة حظه السيء إنه ويع قدامه تيبو كورتوة حالس أسطوري وعظيم وكبير وخيالي مرعب أصل الكورات اللي عملها النهاردة محمد صلاح كمان ما تضيعش يعني ما تقدرش تقول مثلا إيه محمد صلاح ما كانش عنده ضكة في تسجيل الهدف ما عملهاش حلو لا عمل كل حاجة التسديدة اللي من خارج منطقة الجزاء الكورة اللي كانت على القايم القريب الكورة اللي سددها بدماغه كل التفاصيل النهاردة ست محاولات على المرمى ده رقم كبير جدا وضخم ده اللاعب الجامد جدا اللاعب العظيم قوي يعني ممكن يعمل ست محاولات في المباراة كلها ما بين تلت خشبات وخارج التلت خشبات النهاردة ست محاولات لصلاح المرمى كان مركز جدا كان عامل مباراة كبيرة جدا رائعة جدا تخيل بقى ان في حد يطلع يلوم صلاح ولا حد يلوم ليفربول ولا حد يقول كلوب ما عملش مباراة كويسة ولا حد يقول انه ليفر السنة دي خسر كل شيء تم تيجون ماشي يورجان كلوب بقى قدام خسر الدولة الإنجليزية ودولة أبطار أوروبا بس الإدارة لماسك ليفربول فهمة ان الراجل قدام وصلنا لآخر النقطة يبقى كده ناجح فاكرين كلوس كروش راحت معنا دلوقتي مدرب كبير ومحترم الكابتان ان شاء الله بتتوفينا بقول كده عشان المستقبل كمان ان احنا عايزين نوصل للنقطة الأخيرة ما نحسبش بالبطولة ده ما بيحصلش عشان انت بتلاقي بفريق ممكن يبقى موفق عليك في المباراة النهائية ممكن يبقى أحسن منك في المباراة النهائية بس يكونك انك توصل لآخر النقطة فده نجاح ونجاح كبير